مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في هذه الحلقة لماذا طلب ال سعود من وزير داخلية العراق قاسم الاعراجي وساطته لدى ايران بعد ان كان ال سعود يعلون نبرتهم جدا 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 ضد ايران هل فيه في المستقبل حوار تعامل مع ايران مباشر رغم ما تقوم فيه في المنطقة كيف اتفاهم مع واحد او نظام لديه قناعة مرسخة بانه نظامه قائم على اديولوجيا متطرفة مصنوص عليها في دستورة ومصنوص عليها في وصية الخميني بانه يجب ان يسيطروا على مسلمين العالم الاسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص فيهم في جميع حال عالم الاسلامي حتى يظهر مهدي المنتظر هذا كيف اقناه مش المصالح لبير وبيلي كيف اتفاهم معه انا لم يكن بيني وبين مثلا دولة اخرى اشكالية نبدأ نحلها فيه والله مشكلة اقتصادية وش اللي تبغاه انت وش اللي نبغاه احنا كيف نتفاهم عليه فيه مشكلة سياسية مثلا مع روسيا كيف نتفاهم في سوريا وش مصالحك وش مصالحي كيف نتفاهم في اليمن وش مصالحك هذا كيف اتفاهم معه هذا منطقة ان المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب ان يحضروا بيئة الخصبة ليوصول المهدي المنتظر ويجب ان سيطروا على العالم الاسلامي وحارموا شعبهم لأكثر من 30 سنة من التنمية ودخلوه في مرحة الجوع والبنية التحتية السيئة لتحقيق هذا الهدف لن يغير رأيها في يوم وليلة ولا انتهت شرعي تداخل ايران فبين نقاط الالتقاء التي يمكننا التفاهم فيها مع هذا النظام تكاد تكون ليست موجودة تم تجربة هذا النظام في اكثر من مرحلة المملكة العربية السعودية طلبت من السيد الرئيسي وزراء بشكل رسمي ان يتدخل لتوسط ما بين المملكة العربية السعودية وجمهة الاسلامية الايرانية واثناء زيارتنا الى المملكة العربية السعودية كذلك طلبوا منا نقلنا وجهة النظر ينضع الى هذا طلب بشكل ايجابي هنا رغم خلافنا مع الاسعود لابد ان نقرر الحقيقة المجردة وهي ان ايران المجوسية والشيعة الروافض يقرهون الاسعود قراهية شديدة جدا 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 وبغض شديد يعني ايران المجوسية لا تطيق سماع ذكر اسم الاسعود اصلا وايران تعلن وتجاهل وتقطت وتسلح نفسها لليوم الذي يقضون فيه على الاسعود وينهون وجودهم تماما فاكرين انتو العباسيين الدولة العباسية لما قامت ماذا فعل ابو العباس السفاح فاكرنا ابو العباس السفاح في الدولة العباسية ماذا فعل قتل كل رجال رجال وفتيان بني امية دولة الاموية ما فوق عشر سنوات يجيبوا الواد انت عدى كم سنة عشر سنوات لو عدى العشر سنوات ياتبحوه لا لشيء انه يحمل كلمة منهم بني امية فهنا دولة العباسيين ما بالك بقى ايران المجوسية تعمل ايه ده هتجيب يا عين البنات هتجيب الطفلة الرضيعة وتدتلها هذه ايران المجوسية واحنا رأينا المسلمين في العراق ورأينا المسلمات في العراق ورأينا اطفال المسلمين والاطفال الرضع ماذا يفعل فيهم المجوس هناك لكن هذا القراهية الشديدة اللوين مخطط اليران معاقت CBS ضد السعود فالمقابل نجد ان السعود ما عندهم مش مشكلة مع ايران بمعنى ان السعود منذ نشأة السعودية اصلا او نشأة الدولة السعودية عام 1992 على ملك المأكر العداسي العزيز السعود ió صبد الملك المحاذي عزيز السعود ابو الملك سلمان هو جد مين ؟ المحمد بن سلمان حفيد هو صمد المحاذي العهد الحالي وحي علاقاتهم سمنة على عسل مع السعودية أو مع السعود علاقتم حلوة مع إقراء كيف وهذا التناقض كيف نفكه ونحله تعال بس بداية هو حكاية الوهبية كلها قامت على إيه أو قال سعود يعني شالوا السيوف وقتلوا وذبحوا وعملوا وبهدلوا الدنيا وتلعوا عينيني المسلمين القبائل العربية المسلمة في شيء بالجزيرة العربية ليه قال لك أصلي فيه عبادت القبور وأصلي بيتمسحوا بالأضرحة وبيترسحوا مش عارف إيه وحربوا الدورة العطمانية المسلمة تمام والمسلمين الأطراق والمسلمين العرب قال لك أصلي الصوفية والبتاع وكده وهذا إيه استباحوا فيه سبيله الدماء وطارت رقاب رغم أن أنت يعني المسلم ولا المسلمة اللي راح مثلا بضرح سيد البدو في طنطة في مصر مثلا ولا ضرح سيدنا الحسين في القاهرة ده أصلا يعني لو أنت قلت له هذا حرام بينتهي يعني هو مش مصمم أنه سيدنا الحسين هو إله مع الله إنما هو بيثعل هذا نتيجة لضعف ثقافته الإسلامية والدينية ده دور مين حضرتك المشاي أنه هما سابوا الناس تعمل كده دور السلطة شيله يعمر ميه في السجر اضطر أبته ليه يعني هل هو يقول لك إن السيد البدو إلههم مع الله عمره ما قال كده إن كان هو بيرتكب الخطيئة بتاعته دي أيا كان مستوى في الدين فأنت ممكن تصححه وتفهمه يعني المهم هناك أسألين كثيرة يعني لكن هنا قال سعود طيار الرئاب وقسموا البلد وقسموا الدولة العثمانية وبلد المسلمين وبهدلوا الدني طب أنت بجوارك دور السوفية عملوا كده مع السوفية طب بجوارك الشيعة في الإحساء وديانة الشيعة أو الدين الشيعي أو الديانة الشيعية تشترك في بعض الأمور مع السوفية يعني إن كانوا السوفية بيتقربون بالأموات الأولياء طب ما أنت عندك الشيعة يتقربون بسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وحطين الصور وسيدنا علي بر رفعهم إلى يعني مرتبة كدت تكون هي الآلهة بل إنه خلاص بقى هم يعني دول أصل الدين وإيه كده وطبعا مش هدخل في هذه التفاصيل طب أنت لماذا هنا وقافت ضد السوفية بالقوة وقوة السلاح والسيف بينما الشيعة عملت نفسك من بنها وسيبهم زي ما هم وحسيناتهم موجودة في السعودية زي ما هم وكل حاجة يعني السعودية ما فعلاش موالي وما فعلاش أي مظاهر للصوفية أصدقى حرار طب والحسينات بتاع الشيعة دي حضرتك بتعمل إيه والصور بتاع الشيعة والحاجات اللي هم بيزعبون إنها ولا وسب فالمسألة بقى ما كانتش محاربة البدع والبتاع وهكده طب ما أنت حضرتك إذا كان الصوفي ولا عامة المسلمين والمساطاء في الأرياف ولا في كده رحل ضرح سيدي مش عارف إيه عن جهل وده أصلا طب نحن المخطئون في حقهم لذلك لأن احنا يعني مفروض احنا بقى أو مفروض المشايخ بشكل أساسي هم اللي يعلموهم الكلام ده حرام يعني والحكومات الحكومات المهم هنا الناس الفلاحين المساطاء دول والعامة الناس دول اللي رحل الأضراحة دول بطاسته بميت طب بي أنت بتتوسط بالانجليز والأمريكا يعني احنا سبنا عبادة القبور ودخلنا في عبادة الصليبية ربنا انجلترا ربنا الانجليز ويصبح ما يقوله الانجليز هو القرآن وليس القرآن الكريم والإعياد بالله يصبح ما يقوله أمريكا هو القرآن وما يقوله ترامب هو القرآن وليس القرآن الكريم ولا كتاب الله ولا حاجة قاله ده حكمه في الإسلام يعمل نفسك من بد طيب نعوب بقى المسألة السعود يحبون إيران ويحبون الشيعة والعاكس طب ازاي دي بقى الأمور تحدث المسألة جد بسطة جد الحكام العرب يحبون أمريكا ولا لا يحبوا أمريكا يحجونا إلى أمريكا ولا يحجوا الأمريكا يطفونا حول كعبتهم بتاع البيت الأبيض ولا طبعا إيفانكا ترامب بيمشوا وراها ولا لا أيوة يعني هم بيحبوا إيفانكا ترامب وكانوا بيرقصوا هي يا إيفانكا وحبيبتنا يا إيفانكا وانت رحك يا إيفانكا وكتا لدرجة إيفانكا لما راح خادت 100 مليون دولار لما التبرع للمسلمين بقى بتوع الموصل المفجرين دول كام 10 مليون بس اعتبروهم إيفانك اعتبروا المسلمين الأيتام والأطفال المشردين في الموصل دول اعتبروهم إيفانكا ترامب المهم دي أنا حتى وجد قناة العربية بتاع السعود وهي بتتحدث عن مأساة الموصل وبيجيب قوات الشيعة وكأن قوات الشيعة دي ملائكة نزلة ورفرف من السماء وازاي الحج الشعبي بيشيل الطفل وبيعمل الستة حلوة وبيضي ما تشرب ينحر بيج ايه ده ده الإعلامي الأمريكي المسيح الصليبي بيقول لحج الشعب يرتكب جرائم ومذابح وكذا تخال الإعلامي للغارب المسيحي أصلا بقول كذا والإعلامي السعودية يقول لك دول زي الفل دول يعني هنا فما قلنا ان الحكام العرب بيحبوا ترامب طب ترامب بيحبهم لا ده ترامب بيكراه ومبيلات تشلف الحكام العرب عندنا يعبدون إسرائيل هل إسرائيل تحبهم عبدا ده إسرائيل بهدين لهم اتطلع روح بالضبط حضرتك كده لما نكون احنا شغالين في شركة خلاص احنا بقى كمرقوسين شغالين في الشركة دي بنعمل ايه بروح رئيس الشركة أول ما هو جاي من بارا روح نستقبله يا باشا وبتاع ونعب نشيله الشنطة لا نفض البدلة الله يا باشا على تصريحة الشعر النهاردة عينيه ساعدتك يا باشا ومش جناب إسعدتك يا باشا والله العظيم يعني المسك اللي انت حطوا النهاردة يا باشا احنا عادينا تذلله كي نرضيه لكن هو بيحتقرنا فهذه طبيعة العلاقة بين ايران المجوسية والسعود علاقة حب من طرف واحد طيب السعود في سياستهم تجاه ايران مندفعين بأمرهم العدو المشترك والخوف بمعنى الآل سعود مهمتهم محاربة الطيار الإسلامي عبر العالم الإسلامي كله يعني يحارب الرئيس مرسي والشعب المصري المسلم في مصر يحارب في تركيا المسلمة وياخد ده ويطلع الجنرال سعود أنور عشكو يقول لك هنهنقسم تركيا المسلمة لما كده مع إسرائيل برضو تقامر على الصور المسلمين في اليام يتقامر على الشعب السودان المسلم التقامر على فأنت وده هي دي سياسة إراه فبالتالي السياسة واحدة فهناك حلف باعتبار أنه العدو المشترك واحد ثم هناك تخوف أنا بقول لك هو بدل اللي قال سعود قضوا على مسألة الصوفية في شيء بالجزارة العربية بينما تركوا المسألة الشيعة خالص ما جوش نحيطها خالص ولا قالوا بدع ولا منكر وسبوها زي ما هي كده ولا جوه نحيط متنهد طب أنت حكمك وقالوا مئة سنة ما دعيتش الشيعة دول مرة يعني الجماعة اللي انتو فيه ضلال وهذا يخالف القراءة الكريمة ملاقي حال مهم فهنا السعود لماذا يسعون وراء إيران لسببين السبب الأول أنه العدو المشترك والسبب الثاني هي علاقة الخوف يعني السعود خايفين من إيران وهذا أمر مفهوم كما سأتي له كيف لما تنظر على الخريطة تلاقي أنه المملكة السعود هذه أصبح الشيعة كحلقة كتوق من الإيران حول مملكة السعود يعني تجد إيران من الخليج الفارسي وإيران رجالتها وأتبحها في البحرية وإيران قعدة في الإمارات وإيران في العرق من فوق وسيطرت على سوريا وسيطرت على اليمن وتحالفها مع عمان يعني 200% فأصبحت مأملكة آل سعود يعني إيران عملاك كده بتوكل أفاك كده عشان خطرة يا باش اللي بسيقلك يا باش الله العظم إحنا بنحبكو يا بطع إيران والله يا وزير دقلية الإيران والله العظيم شوف لنا بس يا الله كسر هذا ما تسير إليه الأم طيب هنا أنا أقول نصيحة والله أنا بنصح أما أنا لأل سعود أن يتعذوا من درس صدام حسين كيف صدام حسين وأنا الكلام دا استشفيته من تصريحات ضابط مخابرات عراقي وهو كان رئيس إدارة أمريكا في المخابرات العراقية بعد صدام والذكرات اللي قالها في قناة روسيا اليوم هتجدوها لو كتبتوا على اليوتيوب ضابط مخابرات عراقي روسيا اليوتيوب هتلاعوا على القناة بتاع روسيا اليوم يعني فضابط رئيس إدارة أمريكا يعني هو كان في المخابرات العراقية القسم المنطبه يتجسس على أمريكا وعلى الجيش الأمريكي والخارجية الأمريكية وما إلى ذلك فالذي حدث أن هذا الضابط يقول وأنا أقول فلاصة مقاله أن صدام حسين أتى بهم ضباط المخابرات وقال له ما إحنا عاوزين نعمل أي حاجة عام 1992 بعد سنة من تحريك كويت ونفعل أي شيء نخلي علاقاتنا مع ألسعود زي الفن فقل لكم يلا نعمل فرح صدام ففيه بعض الضباط قال له نعرف ناس لها اتصال بالقعدة وبتنظيم القعدة أو أسامة بن لادن كان في السودان في ذلك الوقت فرح صدام أرسل لأسامة بن لادن يعرض عليه أنه يمد بالسلاح والمتفجرات وكذا كي ينفذ تفجيرات في السعودية وقالوا للأمريكان خلي مالك قالوا نقول القعدة كذا وكذا وكذا وكان في سنة صدام أنه يبلغ لما هو يمد القعدة بالأسلحة والمال وكذا ويروح يبلغ ألسعود ويبلغ الأمريكان خلي مالك القعدة هتعمل تفجيرات كذا كذا ومخابراتنا اختاركت القعدة وعرفت هذه المعلومات فيبقى صدام كذا ضرب عصفرين بحجر واحد زي ما بنقوه فيبقى قدمه الولاء وفروض الولاء والطاعة لألسعود والأمريكان ما الذي حدث؟ اللي حدث أن أسامة بن لادن في ذلك الوقت رفض هذا التعاون مع صدام وهو قال أن صدام مشرك أو كافر أو مرتد أو حدا هذا وقال يعني أنه لا يستعين بكافر في مواجهة ألسعود فأسامة لادن بسبب نواحي عقائدية دينية رفض التعاون مع صدام ففشلت خطة صدام وده اللي بيحكيها ضابط المخابرات اللي عارك بتاع صدام الموقف الثاني أنه أمريكا في تفجير مبنى في أمريكا اللي كانت تقريبا مركز التجارة عام 1993 وكلهما سيدي تقريبا يعني اللي لم تخل الداكر وضابط العراق حاكي روا كل ذلك أنه الشريك فيها أصلا فأمريكا رصدت مكافأة خمسة ملايين دولار لمن يرشد بالمعلومات عن منافذ التفجير فهم المخابرات العراقية وطبعا أنتوا عارفين قد قوية جدا مخابرات صدام طبعا فاكتشفت أنه موجود في مدينة الموصل وشجال عامل نفسه حداد أو نقاش حاجة زي كده عامل نفسه حداد في ورشة حداد فقالقوا القبض عليه معزبوه طبعا أنتوا عارفين يعني هم أرسلوا للمخابرات الأمريكية يعتلنا الخمسة مليون دولار وإحنا هم عاوزين يعني هدلنا خمسة مليون وإحنا قبضنا على الرجل بتاعكم تعالوا استلموه المخابرات الأمريكية رفضت وفي بعد كده صدام يلح عليهم فراحوا الأمريكانهم نجيب ناخد طيارة وناخده ونمشي قالوا لا لا بدي يكون في عمية تسليم وتسلم ومحضر استلم ومفيش كلام فراحوا صدام جيري لحسن مبارك مخابرات حسن مبارك ومخابرات عمر سلمان رئيس المخابرات في ذلك الوقت أنا عارض ذريك الخصة والوضاعة بتاع صدام إنه قاعد يجري وراء الأمريكان يجوز في جزمتهم وهم بيدلوا بالجزمة فوق دماغهم فراح لحسن مبارك وقال له توسط له عند الأمريكان نفس ما يحدث مفيش يا جماعة الأسماء بتتغير فقط تشيل اسم صدام تحط اسم ده اسم ده اسم ده والأمريكا لسه موجود زي ما هي فالذي حدث مخابرات مبارك عارضت هذا وإنها تجيب طائرة مصرية أو كلام من هذا القبيل المهم الأمريكان رفضوا إنه هم مجرد أن يبقى فيه محضر تسليم وتسلم بين مخابرات مصر ومخابرات صدام وبقي هذا الشخص في السجن كما يقول دوت المخابرات العراقي حتى جاء الاحتلال الأمريكي للعراق وهرب مع السجون ومحدش عارفوا راح بين الله أعلم بقى ما مصير فأنا قلت نفسه وحتى دوت الأخير بقولك إحنا فعلنا كل شيء لإرضاء أمريكا إنت عاوز إيه؟ نبس لك الجزمة نبس لك الجزمة ناس جوت تحت قدميكي ناس جوت تحت قدميكي نبس يعني اللي انت عاوزها يعني إبانكا ترامب نشير جزمتها حاضر تشتمونه وماله تقولونه يا ولاد ستين وهم إحنا خد منكم فأنا هنا بس مع هذا والحاجات اللي اسمتها عن صدام وغازو العراق وكده وكلها برضو كمسؤول صدام أو الأمريكان كلهم كانوا يتحدثون حتى الأمريكان المعارضين للغازو إنه أصلا العراق بتعرض تكون مستعمرة فعالية الجيش الأمريكي يخشوا كل حاجة وقرب بس سيبوا صدام على الكرسي يعني فقلت لنفسي إن صدام من 1991 أو 1992 حتى الغازو 2003 ده 11 سنة أو 12 سنة ضيحها كلها في إنه يتزلل لأمريكا ويتقرب ويتزلف لأمريكا على أساس إن هذا سيؤدي إلى رضا الأمريكان عنه وبالتالي سيتركونه قولوا ما أنا عاملكم ولم يتجهز ليوم واحد لمسألة الغازو إلا لما خلاص أمريكا يطلق فضل من أحفاء قدامك كم ساعة وتمشي فأنا كنت لنفسي صدام عدو نفسه وهو الذي تأمر على نفسي وتأمر على حكمه أنا بدرس لو أنا كنت مكان صدام كنت تعملي طب أنت صدام أعدت تحارب الطيار الإسلامي في العراق طولهم حكمك وما تخليش حد يعني أي حد يقولي بسم الله الله وأكبر أي شيء يعني في السجن يضطر أبدو وأعدت تدبح في المسلمين الأكراد والدبح مش عارف في الطيار الإسلامي والدبح وتدمر في العراق المسلمة جوه فهو أصبح كالمبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لو أنا كنت مكانه كنت قويت الهوية الإسلامية وقويت الطيار الإسلامي وعملت مصانع ما هو أنت أصنع عندي 500 طيار مش عارف يا عام من ما أنا عنك البنزيم ما لستش تجيب وقود طيار فين سلاحة طرام بتاع صدام ولا الليلة تأتي تعريفة والنهار ده السعودية قادة تستورد بمليارات المليارات الدولارات أسلحة كل سنة أنت صنعت كم طيار ده عن النهار ده الدولة السعودية الموجودة دي المملكة القائمة دي دي قائمة من 1902 1902 بقال لك 115 سنة دولة 115 سنة ما تصنعش طيارة دولة 115 سنة ما تصنعش دبابة دولة 115 سنة ما تصنعش مدادات طيران دولة 115 سنة ما تصنعش سفينة حربية ممتنة قد بتعمل ايه؟ يعني مئة في خمساشر سنة في عمر التاريخ بتعملو ايه؟ اللي کوريا مبقلهاش كوريا الجنوب بقلهاش مش عارف ايه صنعت كوريا الشمالية اللي مش لقى تاكل صنعت اسرائيل اللي بالقل خمسين سنة ولا ستين سنه صنعت تركيا يا راجل اللي بقى دقلق شخمساشر سنة بضقت تصنع قال لأ ده حماس اللي بقله عشر سن صنعت مش عارف كرواتيا بتصنع يا راجل اتشيك بتصنع اوكرانيا بتصنع ده احنا في مصر بنستور الحاجات من التشيك ومن بولندا ومن دول يعني لسه بتاع بنت مبارح برضه النظام في مصر عامل عمدنا مصنع حربية برضه كده لنزوم التصوير عشان كل ما ييجي مثلا السيسي ولا يجي جمال عبد الناصر ولا ملك فاروق يعني مصنع الحربية في مصر يقامل ملك فاروق مصنع الطائرة يقامل ملك فاروق حتى اليوم لم يونطق طائرة واحدة مصنع الدبابات مصنع قادر ونقامل ملك فاروق حتى اليوم لم يونطق دباب ومال هو فتحنا المصنع دي ليه عشان كل حاكم يأتي يروح المصنع ويتصور وإحنا كذا وبنصنع السلاحوات وطلع وجمعنا وإحنا هنعرف نصنع المطور بقى لكم مئة سنة ما عفتوش نصنع دي المطور إيه دا نصيحاتي لقال سعود خلاص النيران حوله المملكة من كل ناحية وواحد النيران حولين بيته من كل ناحية يعني بنسبة 95% تولح في بيته إذا ما كيتش مدأت تولح أصلا بدليل التمرض الشيعي اللي حدث في حي العوامية في شرق بلاد الحرامين الشريفين ونحو أكتر من شهر وما تمش إخماد لما أنت شوية عيال ببنادق ومش عارف تقضى عليهم ومولوا الجيش اللي أنا جالك وللحج الشعب بتاع العراق جالك ولا الحسين دخلوه لك هتعمل ايه يا عم الحاج لما أنت شوية عيال بطوب وشبشيب وبتاع وبنادق إياها دي مفيش إسلاحة سقيلة ولا مضادات دروع ولا كلام من هذا القبيل وشهره مش عارف تقلص عليه فإذا وكما قلت من قبل أنه أمريكا قررت إسقاط حكم السعود تمام هتسقط بقى ممكن تدخل إيران توقحهم وبعدها تقول لي إيران اطلعني وممكن كده وده اللي حصل في ليبيا يعني شيء مشابه في قصة ليبيا ليبيا حصلت يعني بس مدخلش إيران ولا حد فبالتالي هنا نحن كعلم إسلامي يجب أن نحن نضع خطة لهذا السيناريو لأنه والله قال سعود هم بقى خدوا بالنصائح مخدوش بالنصائح طب إحنا في الآخر هذه أرض المسلمية وذول 30 مليون مسلم ومكة والمدينة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخواتنا المسلمات في بلاد الحرامين الشريفين هل ننتظر اختصدنا كما اختصبت المسلمات في مصر ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا في العراق ولا في الفلبين ولا في بورما ولا في الوسنة والهارسك لكن المصيبة يا جماعة أنحنا في العالم الإسلامي كله معدين إيه عندين لما المصيبة تحصل ها هذا حصل الله ده بيتدبع المسلمين في بورما يعني نحن لم يكنوا يعرفون أنه في ملبي المسلمين في بورما شوفوا المصيبة فإحنا عدين لما البت يولع طبنا أحنا ن hepindiه إننا personas ما لأن نضع أبدا الخطة ماذا يجب ان نفعل يجب ان نستعد لهذا اليوم يعني نجب ان احنا نستعد اليوم لما تيجي الجيش الشيعة الروافض والمجلس دول يجوا يحتلوا بلاد الحرامان الشرفين يجب ان نستعد من الاه ونضع الخطط من الاه ويكون لنا جواسيس وضباط مخابرات داخل الجيش الرافض من الاه ويكون لنا ضباط مخابرات داخل قيادة الجيش الايراني من الاه وداخل قيادة الحج الشيئي في العراق من الاه كيف كل هذا ممكن إذا ما وضعت كتب لذلك أرجو طبعا ممكن هذه الأمور نفصلها في حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله أرجو مشاهدين أن تكون الصورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته